أكد سعادة وزير العمل السيد جميل بن محمد علي حميدان أن خطة التعافي الاقتصادي التي أطلقتها الحكومة ساهمت في نمو القطاعات الاقتصادية المولدة للوظائف بسوق العمل وارتفاع معدلات التوظيف مع نهاية الربع الثالث من العام الجاري 2022 هذا وتم توظيف 21560 مواطنا وهما يشكل نسبته 107.8% من إجمالي العدد المستهدف توظيفهم سنويا حتى العام 2024 والبالغ 20 ألفا وأفاد الوزير حميدان أن تنفيذ الخطة الوطنية لسوق العمل 2021-2023 تسير وفق ما هو مرسوم لها لتحقيق أهدافها والتي يتصدرها خلق الفرص النوعية للمواطنين لجعلهم الخيار الأول عند التوظيف وفيما يتعلق بالتدريب أوضح سعادة وزير العمل أنه بلغ إجمالي المتدربين منذ بداية العام ولغاية 27 من سبتمبر 7615 متدربا أي ما نسبته 76% من هدف تدريب 10 ألف بحريني سنويا حتى العام 2024 مؤكدا أن الوزارة وبالتعاون مع صندوق العمل تمكين ستعمل على تعزيز أليات وبرامج التدريب لتكون مرتبطة أكثر باحتياجات سوق العمل اشتركوا في القناة